اشتركوا في القناة من الضحايا والمصابين داعيا جلالته المولى عز وجل أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء وأن يمنع المصابين بسرعة الشفاء والعافية وبعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواسعة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود عهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وعبر سموه في برقية عن خالص التعازيه ومواساته في ضحايا الحريق الذي شبه في المستشفى العام في مدينة جزانة الساحلية بجنوب غرب المملكة العربية السعودية والذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين سائلا سموه الله عز وجل أن يتغمد شهداء هذا الحادث الأليم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وينزلهم مزازل الشهداء وأن يمنع المصابين بسرعة الشفاء والعافية كما بعث صاحب أسمو الملكي رئيس الوزراء المقر حفظه الله ورعى ببرقية تعزي ومواساته مماثلتين إلى كل من أخيه صاحب أسمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز الهل سعود ولي العهد نائب رئيس المجلس الوزراء وزير الداخلية وأخيه صاحب أسمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد النائب الثاني وبعث صاحب أسم الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تعزية وموسائل أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة هذا وضمن سموه البرقية بصادق تعزيه وموساته لضحايا الحريق الذي شب في المستشفى العام في مدينة جزان الساحلية بجنوب غرب المملكة العربية السعودية وأودى بحياة العشرات من الضحايا والمصابين دعيا سموه الله جلت قدرته أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء وأن يمنع المصابين بسرعة الشفاء والعافية كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النيب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ببرقيتين تعزية ومواساة مماثلتين إلى كل من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نائف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اشتركوا في القناة